أهلا بكم سنة ستة ابتدائي في درس جديد من دروس مادة الدراسيات الاجتماعية هنحل إن شاء الله مع بعض تدريبات سلاح التنميز على الدرس الثالث الأقاليم المناخية والنباتية في وطننا العربي الفصل الدراسي الأول على قناة العلم والمعرفة السؤال الأول لاحظ الخريطة وثم أجب رقم واحد إقليم مناخ نقط طبعا لموجود شمال الوطن العربي ده طبعا إقليم مناخ البحر المتوسط السؤال رقم اتنين إقليم المناخ نقط رقم اتنين اللي هو ده كده ده إقليم مناخ ايه؟ أقوله طبعا الصحراوي الحر السؤال رقم تلاتة إقليم المناخ نقط طبعا ده رقم ايه؟ رقم تلاتة أقوله طبعا المناخ ايه؟ المداري السؤال رقم أربعة دولة تقع فيها محمية أرز الشوف اللي هي المنطقة دي رقم أربعة هو أقوله طبعا دولة اتنين؟ دولة لبنان السؤال الرقم 5 إحدى المحميات المصرية إحنا طبعا درسنا في هذا الدرس محمية جبل علبة السؤال الثاني أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة رقم 1 يتميز إقليم البحر المتوسط بتساقط الأمطار في فصل نقط معروف طبعا أن إقليم البحر المتوسط تسقط عليه الأمطار في فصل الشتاء السؤال الرقم 2 تربى الماعز والأغنام في إقليم مناخ طبعا معز والأغنام بتتربى في إقليم مناخ البحر المتوسط السؤال الرقم 3 يسود معظم مساحة الوطن العربي إقليم المناخ الصحراوي الحار معظم مساحة الوطن العربي طبعا ده بتتبع إقليم المناخ الصحراوي الحار السؤال الرقم 4 تنمو بالإقليم المداري في الوطن العربي حشائش السافنة السؤال رقم 5 تسقط الأمطار صيفا في الإقليم المناخي طبعا صيفا تسقط الأمطار في الإقليم المناخي المداري السؤال رقم 6 ينمو نبات الصبار في الإقليم أقوله الصحراوي الحار لأن نبات الصبار يتحمل الجفاف ودرجة الحرارة المرتفعة السؤال رقم 7 تقع محمي الضانا في دولة أقوله طبعا الأردن السؤال رقم 3 أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة قطأ أمام العبارة غير الصحيحة رقم 1 تنوع الأقليم المناخية في الوطن العربي أدى إلى تنوع النبات الطبيعي أقوله العبارة صحيحة لما عندنا طبعا أقليم مناخية متنوعة فبالتالي أدى إلى تنوع النبات الطبيعي السؤال رقم 2 يمتد إقليم البحر متوسط بين دائرتين عرض 15 درجة إلى 30 درجة شمالا بالوطن العربي أقوله العبارة إيه؟ العبارة خطأ طيب خطأ ليه؟ لأن إقليم البحر متوسط يمتد بين درجتين عرض 30 درجة إلى 37 درجة و30 شرطة شمالا السؤال رقم 3 تقع مدينة أسوان في إقليم البحر متوسط؟ تقوله العبارة خطأ طيب خطأ ليه أستيز؟ أقول لك خطأ لأن طبعا مدينة أسوان تقع في الإقليم الصحراوي الحر السؤال رقم 4 ينتشر نبات الصبار والنخيل بإقليم البحر المتوسط؟ أقوله العبارة خطأ طيب خطأ ليه؟ أقوله لأن نبات الصبار والنخيل دول بينتشروا في الإقليم الصحراوي الحر السؤال رقم 5 تنمو حشائش السفنة في الإقليم المداري بالوطن العربي؟ هذه العبارة صحيحة السؤال رقم 6 تنتشر حشائش الإستيبس في الإقليم الصحراوي الحار أقوله هذه العبارة خاطئة السؤال رقم 7 تساعد المحميات الطبيعية في الحفاظ على الحياة البرية بالوطن العربي؟ أقوله هذه العبارة صحيحة السؤال رقم 4 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسيت رقم 1 يتميز إقليم البحر المتوسط بسقوط الأمطار في فصل لسه توينها دلوقتي إيه؟ دارسينها طبعا بتسقط الأمطار في إقليم البحر المتوسط في فصل الشتاء السؤال رقم 2 إحدى الدول العربية التي تقع أجزاءها الشمالية في إطليم مناخ البحر المتوسط مورتانيا السودان ليبيا اليمن طبعا أقوله مين؟ أقوله ليبيا السؤال رقم 3 تنمو أشجار الأرز في إقليم مناخ طبعا أشجار الأرز تنمو في إقليم مناخ البحر المتوسط وخاصة في بلاد الشام السؤال رقم 4 دولة عربية تقع بالكامل داخل الإقليم الصحراء والحار هي العراق الكويت السودان لبنان طبعا أقوله مين؟ أقوله الكويت السؤال رقم 5 يتسم مناخ الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجنوبي الزيرة العربية بإيه؟ شتاء بارد ممطر صيف حار جاف شتاء معتد الجاف صيف بارد ممطر أقوله طبعا شتاء معتد الجاف السؤال رقم 6 تسقط أمطار الإقليم المداري في فصل الشتاء ولا الصيف ولا الخريف ولا الربيع طبعا أقوله في فصل الصيف السؤال رقم 7 تقع محمية ضانا في دولة طبعا دولة الأردن نحن درسنا ثلاث محميات اللي هي محمية جبل علبة دي طبعا موجودة في مصر ومحمية ضانا في الأردن ومحمية أرز الشوف في لبنان السؤال رقم 5 حدد المختلف فيما يلي مع ذكرى السبب رقم 1 سعلب صعبان سحلية زرافة طبعا أقوله إيه المختلفة؟ أقوله الزرافة هي المختلفة طب مختلفة ليه؟ أقول لأنها من الحيونات التي تعيش في حشائش السابنة في الإقليم المداري السؤال رقم 2 أشجار الصنوبر أشجار الزيتون نبات الصبار أشجار الأرز أقوله طبعا المختلف نبات الصبار طب نبات الصبار مختلف ليه؟ أقوله لأنه من نباتات الإقليم الصحراوي الحار أو لأنه من النباتات التي تنمو في الإقليم الصحراوي الحار السؤال رقم 6 فسر العبارات الآتية رقم 1 أهمية حشائش الاستبس بالنسبة للصروة الحيوانية أقوله طبعا حشائش الاستبس دي يربى عليها الماعز والأغنام في شمال الوطن العربي السؤال رقم 2 تنوع الأقليم المناخية في وطننا العربي إيه السبب؟ أقوله بسبب اتساع مساحة الوطن العربي حيث أن مساحته تزيد عن 13 مليون كيلو متر مربع فبالتالي بنلاقي أن في أقليم مناخية متنوع السؤال رقم 3 أهمية المحميات الطبيعية أقوله طبعا المحميات الطبيعية مهمة في إيه؟ أقوله تنشط السياحة كمان تساعد على تحقيق التوازن البيئي والحد من التلوث وأخيرا الحفاظ على الحياة البرية من نباتات طبيعية وحيوانات إيه؟ برية السؤال رقم 4 سقوط الأمطار صيفا على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية ليه؟ أقول لأن طبعا جنوب غرب شبه الجزيرة العربية دي تقع ضمن الإقليم المداري الذي من خصائصه أن الصيف حار ممتر السؤال السابع ما النتائج المترتبة على؟ رقم 1 ظهور تهديدات تواجه المحميات الطبيعية في الوطن العربي أقوله طبعا معظم الدول العربية اتخذت إجراءات للحفاظ على المحميات زي إيه؟ زي سن القوانين السؤال رقم 2 إيه النتائج المترتبة على امتداد الإقليم المناخ الصحراوي الحار بين 15 درجة إلى 30 درجة شمالا أقوله أدى إلى نضرة الأمطار والشتاء بارد والصيف شديد الحرارة السؤال السامن أجب عن الأسئلة الآتية رقم 1 ما المقصود بالإقليم المناخي؟ أقوله طبعا الإقليم المناخي ده منطقة جغرافية من سطح الأرض تتسم بخصائص مناخية تميزها عن غيرها طيب عايز يعرف تصنف النباتات الآتية حسب الإقليم المناخي الذي توجد فيه حشاقش السفنة أقوله طبعا حشاقش السفنة دي موجودة فين؟ أقوله فيه الإقليم المداري طيب بالنسبة ليه أشجار الزيتون وحشاقش الاستبس دول موجودين في إقليم مناخ البحر المتاص وأخيرا الصبار يوجد في الإقليم الصحراوي الحر السؤال رقم 3 دلل على صحة العبارة ساعدت مساحة الوطن العربي على اختلاف الظروف المناخية فيه أقوله طبعا مساحة الوطن العربي كبيرة جدا مساحة أقدم أكتر من 13 مليون كيلو متر مربع عشان كده يوجد في الوطن العربي ثلاثة أقليم مناخية اللي هما إقليم مناخ البحر المتوسط الإقليم الصحراء والحر وأخيرا الإقليم المداري السؤال رقم 4 قارن بين إقليم مناخ البحر المتوسط وإقليم المناخ الصحراء والحر من حيث إيه؟ الخصائص المناخية والنباتية والحيوانات البرية بالنسبة للخصائص المناخية لإقليم البحر المتوسط صيفه حار جاف وشتاءه دافق ممطب بالنسبة للنبات الطبيعي والحيوانات البرية أقوله طبعا تنمو أشجار الزيتون وحشاش الاستبس التي تربى عليها المعز والأغنان طيب بالنسبة للإقليم المناخ الصحراوي الحار بالنسبة للمناخ أقوله الأمطار نادرة وقد تسقط سيول وشتاء بارد والصيف شديد الحرارة طب بالنسبة للنبات الطبيعي والحيوانات البرية أقوله نباتات تتحمل الجفاف والحرارة زي نبات الصبار وحيوانات زي سعلب الصحراء والزواحف السؤال رقم 5 لاحظ الصورة ثم أجل طبعا صورة إيه دي؟ دي صورة الأسد طيب ما اسم الحشائش التي يعيش فيها الحيوان الموجود بالصورة؟ أقوله حشائش السافنة طيب توقع اسم الإقليم المناخي الذي توجد فيه هذه الحشائش أقوله الإقليم الصحراوي الحار السؤال رقم 5 صف الخصائص المناخية لهذا الإقليم أقوله بالنسبة للإقليم الصحراوي الصيف حار ممتر والشتاء معتدل جاف بكده يا حبيب قلبي ننتهي من حل تدريبات سلاح التلميذ على الدرس الثالث الأقليم المناخية والنباتية في وطننا العربي صفحة 115 و 116 بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لتأسلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته